في عملية قرصانة إلكترونية غير مسبوقة لموقع وكالة الأنباء القطرية ليلة الأربعاء تعرضت دولة قطر إلى حملة مغرضة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تستهدف قيادتها بافتراءات تتناقض بشكل واضح مع سياستها الخارجية القائمة على احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين الخطة التي توختها جهة مجهولة حتى الساعة نسبت إلى حضرة صاحب السمو والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدة تصريحات مزورة وإمعانا في التضليل الإعلامي ربطت هذه التصريحات بتشريف حضرة صاحب السمو حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي الخدمة الوطنية وكان تلفزيون قطر قد بث هذا الحفل بشكل مباشر ومنذ اللحظة الأولى لوصول سموه حفظه الله ميدان معسكر الشمال وحتى بعد مغادرته المعسكر وظهر على مدى ساعتين تقريبا وهي مدة الحفل عدم وجود أي تصريح أو ملاحظات لسموه حفظه الله وقد صرح سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي بأن موقع وكالة الأنباء القطرية قد تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة وأن ما تم نشره ليس له أساس من الصحة مؤكدا أن الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في الأمر لبيان محاسبة كل من قام بهذا الفعل المشين من جهته أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني رئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام في تغريدة على حسابه بشبكة تويتر أن ما تم تداوله زعما عن حضرة صاحب السمو غير صحيح وأن موقع وكالة الأنباء قد تم اختراقه كما نفت وزارة الخارجية في بيان لها صدور أي تصريحات لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية مؤكدا أن التصريحات التي نسبت لسعادته في حساب وكالة الأنباء القطرية على تويتر مفبركة وذلك على إثر الاختراق الذي تعرض له حساب وكالة الأنباء القطرية من جهة غير معلومة وبعد صدور تكذيب رسمي وانتشار خبر قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية على نطاق واسع نوهت كبريات الصحف والمواقع العالمية إلى أن التصريحات المنسوبة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة مزيفة لا تمت إلى الحقيقة بصلة لكن بعض القنوات التلفزيونية تمادت في تحليل هذه التصريحات وتداعياتها متجهلة تكذيب بما يثير الكثير من الريبة حول مصداقية هذه القنوات ودوافعها لا سيما وأن أشخاص بعينهم ظلوا يتنقلون من محطة إلى أخرى بصفة محللين سياسيين وما يعزز الاقتناع بأن الأمر ليس مجرد اختراق إلكتروني كالذي تتعرض له آلاف المواقع عبر العالم إنما هو مؤامرة محكمة هو لجوء هذه الجهات المناوئة إلى اختراق قناة وكالة الأنباء القطرية على يوتيوب واستخدامها لتلفيق المزيد من الأكاذيب وذلك عبر مقطع فيديو مفبرك لنشرة أخبار لتلفزيون قطر يظهر فيها شريط إخباري مزيف والحال أن ذلك لا صلة له بالحقيقة تماما كما تظهره صورة الشريط الإخباري الأصلية ترجمة نانسي قنقر